من أيام قليلة محافظ القاهرة قام بزراعة أول شجرة ضمن مبادرة القاهرة خضراء صديقة للبيئة واللي بتستهدف زراعة 3000 شجرة في أحياء القاهرة المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المبادرة مش قصرة فقط على زراعة الأشجار لكن هدفها وتعزيز الوعي البيئي عند الأجيال الجديدة وتربية الأطفال عشان يكونوا أصدقاء للبيئة كمان يا مان المبادرة كمان بتنمي مهارتهم الإبداعية من خلال الرسم وتشكيل الفخار وإعادة التدوير والزراعة حاجات كتير موجودة في المبادرة وأعتقد كمان بتتماشى مع سياسة الدولة اللي بقالها فترة بتعملها التشجير اللي موجود بيحصل دخول فكرة التشجير والزراعة في المناهج المختلفة المعدلة من قبل وزارة التعليم ده كلها حاجات بتتفق وفي الآخر بتوصل لنا بنتائج يمكن منحس بيها في المبادرات اللي زي دي خلينا نلقي نظرة على التفاصيل مع المهندس نبيل محروس المرشف على مبادرة القاهرة خضراء صديقة للبيئة أهلا وسهلا يا بشوهندس من أولا صباح الخير يا فندم صباح التفاؤل صباح الأمن صباح الخير يا بشوهندس صباحنا أخضر بقى إن شاء الله زي ما بنقول عشان نبادرة طيب بشوهندس لما نيجي نقول إنه حصل يعني نوع من أنواع التشجير بشكل المختلف اللي احنا شايفينه في الفترة اللي فاتت ولكن مبادرة جديدة بهدف زراعة عدد مختلف من الأشجار احنا هدفنا كان في المبادرة المراتية احنا كمؤسسة زراع الشجرة للتنمية الاجتماعية كان لنا دور كبير قبل كده طبعا المبادرة الرئيسية برعاية في خمس سيد رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة انطلقنا لثلاث محافظات بمحافظة الفيوم لؤسر سهاج وزرعنا المليون ومئتين ألف شجرة داخل كل مدارس الثلاث محافظات شجرة مسمرة أشجار مسمرة وأشجار صديقة للبيئة فكان لزمن علينا كمجتمع مدني قوي بقوة الدولة المصرية نحن نقول للقاهرة العاصمة في احتياج شديد إلى زراعة الأشجار المبادرة بدأت بزيارة معالي المحافظ دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لمركز الوعي البيئي التابع لمؤسسة زراعة شجرة وفي الزيارة دشن شجرة داخل مركز الوعي البيئي زراعة شجرة وأنها دي كنوع من لفت الأنظار وتوجيه أنظار كل رؤساء الأحياء داخل محافظة القاهرة أنهم عليهم أن نبدأ بالقاهرة خضراء صديقة للبيئة القاهرة اللي كان بيتغنى بها العالم كله العاصمة الأولى في العالم أكثر جمالاً وأكثر نظافة وأكثر تحضراً ورقياً طبعاً وهتستمر بنفس اللي بدأنا به وبدأت به الدولة المصرية علينا أن نحن نرجع الهوية البصرية زي ما محافظة أسوان ومحافظة اسكندرية هي تبقى في القاهرة الهوية البصرية لشوارعنا أنها تتجمل باللون الأخضر فبدأنا طبعاً كمؤسس تزرع شجرة بأننا قلنا هنزرع 3000 شجرة في أحياء القاهرة وده مبادرة بأرقام أولية بدائية 100 شجرة لكل حي الميت شجرة دي نبدأ بأن نقول شارع أخضر صديق للبيئة نرصد شارع بكل مخالفاته بكل تجاوزاته ونبدأ أن نصور ونوصق ما قبل أن ندهن بلدرات ننظف الشوارع نزرع نشوف أعمدة الإنارة نشوف الرصد ما قبل التشجير وما قبله ونقول أن ده شارع أخضرنا مزاجي في كل حي هو شارع صديق للبيئة المبادرة مش فقط لزراعة الأشجار هي المبادرة تتماشى مع مبادرة فخامة سيد رئيس الجمهورية اللي هي بداية اللي نحن نبدأ أن ننشر الوعي البيئي وننمي في كل اللي نحن نشتغل عليه نحن نبدأ بداية للإنسان نوعي الوعي اللي هو المفروض دور المجتمع المدك وداخل كل حي نقول أنه في مدارس خضراء صديقة للبيئة نعمل نموذج لمدرسة ونعمل نموذج لمستشفى حكومي مستشفى أخضر صديق للبيئة وده كان أن نحن بنزور رؤصاء الأحياء بتكليف من معالي المحافظ القاهرة على أن نحن يساعدونك في أن نحن نقدر نوصل الثلاث حاجات واحد ندوة تتم على مستوى القطاعات لكل حي اتنين زيارات ميدانية لمركز الوعي البيئي اللي عندنا عشان يعمله زيه يبقى نموذج لمركز وعي بيه في كل حي تلاتة أن نحن نقوم بتتشين زراعة الشارع الأخضر أو ميت شجرة مع كل رئيس حي طب هل المسئولية من وقع كلام حضرتك كده بتشير إلى أن المسئولية مسئولية الجهات تنفيذية في المحافظات فقط عايزة أقول أن احنا بنخاطب مع علي وزيرة التنمية المحلية دكتورة منال عوض أن احنا عايزين نرفع من كفاءة رؤساء الأحياء بالنسبة لفهمهم للأخضر يعني ملف الأخضر ده ملف مهم بداية من تحضر للأخضر ميت مليون شجرة مبادرة القيارة الخضراء صديقة للبيئة فإحنا عايزين نوعي كل القطاعات اللي بتعمل في التنمية المحلية على أن احنا ملف زراعة الأشجار لأن كل ما هو أخضر ليس هو شجر لأن لنا شجر من نوع معين هو شجر صديق للبيئة شجر بيتحمل الأجواء اللي احنا بنعيشها الفترة دي شجر مستديم من الخضرة دائم الخضرة يعني شجر يتحمل العطش وبيقل احتياجات مائية عشان مقننات المية اللي احنا طبعا لازم نرشد استهلاك المية فإحنا بنزرح شجر صديق للبيئة أو أشجار مسمرة داخل المدارس هل في أشجار مش صديق للبيئة؟ طبعا يعني شجرة الفيكس دي شجرة عدوة للبيئة دي بتاخد مية بشكل رهيب؟ عايزة أشير ليه عدوة للبيئة؟ تمتص المية زي ما سيادتك أخدت كل مخزون المية الجوفية اتنين عملت شبكة عنكبوتية للصرف فعملت لي مشكلة كبيرة في النهية في الصرف الصحي ثلاثة عملت لي خلخلة في الأسوار أربعة إن شجرة ده عشان جدورها بتمتد بتمشي بشكل وبتنمو بشكل صديق زي الشبكة عنكبوتية كده تلتف حولين مصادر المية فبتعمل لي مشكلة كبيرة غير إنه بتأثر على أسوار المدارس والأسوار اللي هي مزروعة جنبها غير إنه هو الشجر لو حتى تقطع ما يتفحمش ما فيش نوع من الطيور بتقف على يعني ولا العصفير والحمام والإمام ولا الكائنات الجميلة دي تقف على الأشجار لأنها منفرة للطيور فهي الشجرة عدوة للبيع ورق الشجر ورق بلاستيكي شمعي فالصغور والمسام اللي عليه قليلة فإنتاجه للوكسين ما فيش خالص لكن إحنا البدائل إن ننتج شجرة أو نزرح شجرة تساوي 14 شجرة تانية تساوي أنها بتدينا أكسجين لأسرة مكونة من 20 فرد لمدة سنة كامل ومستديمة الخضرة يعني الورق عليها طول السنة طبعا فده دور مؤسسة زرع شجرة مش بس زراعة الأشجار هو رفع الوعي البيئي بأهمية الأشجار بأهمية الأخضر والأخضر ده مش شجر الأخضر سلوك الأخضر حياة فعلشان كده بنعلم أطفالنا التنمية المهارات الإبداعية للأطفال لما ظهر معالي المحافظ القاهرة للمكان وعدنا بأن يبقى فيه في كل حي مركز للوعي البيئي تابع لمؤسسة زرع شجر وده التخصيص اللي ممكن يتم بما نحن معنا قرار النفع العام ونقدر يبدأ أول مدرسة بيئية في كل حي من الأحياء والمدرسة دي مش محتاجة خرصنات ولا أبنية ولا فصول مغلقة ده هي حضيقة كبيرة تتم زرعيتها بإزرع الشجرة وده على ما تم أو على غرار ما تم في منطقة حدايا الأوبة أن احنا خدنا مساحة كبيرة عملناها على مساحة تقريبا فدان الأطفال بتلعب في ستة محطات يلون فخار ويزرع ويرسم ويعيد تدوير مخلفات ويزور المنحة اللي عندنا عشان يتعلم العمل في جماعة وبعد كده فكرة الطاقة المتجددة إزاي يعمل مصادر الطاقة المتجددة بالخلايا الشمسية تنمية مهارات إبداعية للأطفال وللشباب مشروعات ريادة الأعمال وللسيدات تمكين السيدات على مشروعات خضراء صديقة للبيل فطبعا إحنا مسنا مصر في مؤتمر كوب 27 وكنت من الوفد المصري المشارك اللي مسنا مصر قدام 196 دولة في العالم على نقول مصر قادرة في مجال البيئة زي ما حضراتكم عرضتوا أن فيه في مجال الرياضة وفي مجال الطب زي ما فيه محمد صلاح في القرى وفيه مجدعوف في الطب ففيه إن شاء الله مؤسسة إزرع الشجرة قادرة أن هي تكون في مجال البيئة طيب الأطفال اللي تعاملتوا معاهم ونصقتوا معاهم يمكن بقى عندهم نوع من الأنواع الخلفية جاهزين بشوية معلومات من المناهج الدراسية الجديدة المحددة التنسيق مع وزارات ومع الأحياء يعني وزارة التعليم ووزارة البيئة ومع رؤساء الأحياء ده سهل مهمتكم ولا ما ووالله ما كانش سهل وكان فيه تحدي لكن من بعد زيارة مع المحافظ القاهرة ومن بعد طبعا القنوات وحضراتكم لكم دور كبير في نشر الوعي فإحنا بنقول لكل مديري الإدارات التعليمية أن زيارة ميدانية المركز الوعي البيئة بما يتماشى مع حجم المعلومات الموجودة في المناهج الدراسية يعني ما ينفعش نقول تغيرات مناخية ما ينفعش نقول لطفل مصطلحات غير لما نعرفوا أن الشجرة دي هي المصنع للإنتاج البيئة فطبعا المناهج الدراسية بدأت في بعض الموضوعات الخاصة بالبيئة لكن لازم الزيارات الميدانية اللي ممكن تتم المركز الوعي البيئة أو إحنا نروح للمدارس نعلمهم جزء من الزراعة يعني صوب يعني زراعة محمية يعني عادة تدوير يعني الفصل من المنبع يعني إيه إحنا بنمر العالم كله بيمر بأزمة كبيرة نتيجة التغيرات المناخية والاحترار في العالم فعايزين نبسط المفاهيم للطفل علشان يطلع طفل أخضر صديق للبيئة ويقدر هو كمان يحافظ على ما تم إنجازه من خلال هذه المبادرة كل الشكر لحضراتك فاندم شرفتنا ونورتنا المهندس نبيل محروس رئيس مجلس أمناء مؤسسة إزرع شجرة شكرا جزيلا لك كل الشكر والاحترام والتقدير لحضراتكم ودايما تحية مصر بقيادتها وجيشها وشعبها العظيم وبالمخلصين أمسا لكم شكرا شكرا